بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة هنتكلم على البروجيكت نافيجيتور ده اللي هو بشوف المشروع كله من خلاله بمعنى ايه لو انت شغاله تكاد بيبقى كل ملف فمسه كل بذاته زي العال كبريت العربية سليمة بس كل حاجة الوحدة كل حتة من العربية الوحدة لا هي دلوقتي هنا لو انت شغال بيم فلازم كله يبقى في ملف واحد بمعنى ايه يبقى المعماري كل دوار في نفس الملف مع بعض الانشائي مع بعض التكييف الصحي مع بعض حتى لو اضطرت ان انا اسامهم لان الحجم ملف كبير برضو مربوطين ببعض لما اغير حاجة بقيت الملفات تحس بيها يعني انا دلوقتي لو عدلت في البلان يظهر معي في كل دوار التانية ويظهر في السيكشن ويظهر في اي حاجة فيش حاجة اسمها ابعت لوح لسيكشن غير البلان غير السكادول فده مش منطقي تمام طيب فاحنا هنشوف البروجيكت نافجيتور ده ازاي اتجول او اتبحر في المشروع اتجول بالجيب طيب انا دلوقتي هفتح مشروع اقول له اوبن ابروجيكت بيقول لي اختار مشروع تفتحه تمام طيب لو انا عايز افتح مشروع هدوس عليه مرتين هتلاقي تفتح معي هنا طيب هقول له انا عايز المشروع جديد بيقول لي اختار البروجيكت نامبر فاقول له 007 البروجيكت نيم خلينا مسلا جيمس بوند طيب البروجيكت ديسكريبشن صدقة على روحه تمام يعني راجل ربنا يعني create from template project هل هتبدأ المشروع ده من السفر from scratch ولا عندك template التمبلت ده يعني اللي رأيت مظبوطة الاعدادات الازهار والاخفاء والالوان وكل الحاجات دي مظبوطة ولا هتقعد بقى تزبط اليونت وتزبط اللير وتزبط فالافضل انه نبدأ بتمبلت وافضل تمبلت هو الاخر مشروع تشغلت به في الشركة لو المشروع كلها زي بعض فانت ممكن تاخد نفس الحاجة فهاجي هنا اختار تمبلت تمام بيمتازه abj اللي هي outdisk project information طيب هيقول له هنا cancel وتقول له اوكي يفتح لك المشروع الجديد ده بقى انا هختار المشروع مثلا من دول ودوس عليه مارتين هتلاقيه بدأ يظهر معي هنا هل في حاجة تانية تغيرت ما فيش حاجة تغيرت تمام طيب خلينا نبص كده واحدة واحدة الاقسام الموجودة project construct view sheet طيب ايه البروجيكت دوت البروجيكت ده بيقول لي اسم المشروع والنبر والdescription نفس الحاجات اللي حنت خلناه من شوية لو ما نبدأ مشروع جديد بيقول لي بعد كده الlevel تمام دي الليفلات اللي عندي ممكن اجي هنا اقول له لا ده انا عايز ازود level كمان الغي level يعني ممكن تجي هنا مسلا الlevel ده باش عاجبك تروح لغيه تمام تزود level زي ما انت عايز تقول له مسلا هنا ده floor level ده floor to floor level هنا مسلا اخليه اه 16 تمام اه كزا اوكي تبدأ تضيف levelات اللي انت عايزها level اول level ثاني level ثالث زي ما انت عايز يبقى انا عندي هنا البروجيكت بيدييني levelات واضح ازود level او الغيليفل زي ما اعايز construct دي اللوحة الرئاسية عندي كسمين construct وعندي element هنا العناصر زي مسلا في اه اه حمام معين او في حاجزا كده هنا الادوار بتاعتي يعني ممكن اقول له هنا انا عايز new فبيقول له new category يبقى انا كده مسلا بقى افتح category ايه اللي مناقس لي هنا مسلا electrical هقول له مسلا electrical تمام ده folder فاضي كأنك عملت folder فاضي مفوضش حاجة خلصة تمام هتيجي تقول له هنا بقى construct عايز احط construct فبيقول له انت عايز احط ال construct ده فين تمام الكاتوري بتاعته ايه ال description بتاعه زي ما انت عايز الاسم بتاعه النين بتاعي مسلا ما اسمي ELI ايه تمام اللي توقري بتاعته فين ال drawing template ستشغل بقى template تمام تعطير تقدر تغير template زي ما عايز تختار اي template من هنا تمام بقول له انت عايز اي انا دور اقول لكم مسلا انا عايز ادور الفاونديشن اهه open and drawing enter له انت عايز تعدل فيه automatic فيفتح لللوحة ديت تمام اهه طيب لو انا عايز اعمل اكسريف يعني اخلي فيه لوحة اكسريف موجودة هنا ممكن بكل بساطة ان انا جاني من ارتكشور اختار اللوحة اللي انا عايزها وليكن مسلا بلدينج اوتلت واسحب اللوحة اللي انا عايزها فهو بعملها اكسريف وبعد كده هروح للفيوز دي الفيوهات اللي هي متقسمة بحيث ان اتحط في الشتات فابلنا عندي هنا ارتكشور وانتيريور وستركشور طيب عايز اضيف حاجة مثلا الامي اي بي نيو كاتوجري هسميها مثلا ميكانيكال امي اي سي اتش وقول له اوكي طيب عايز ابدأ اضيف لوحة فقول له مثلا نيو فيو دي دابل جي تمام لو انا نفتح لوحة تمام ممكن اضيفها للبروجيكت نافيجياتور من خلال انها دوس هنا وقول له ايه سيف كارنت دي دابل جي اس فيو فهي سيف كأنه جينرال او سيكشن او دي تيل تمام هنا ابدأ اقول له انا عايز نيو فيو دي دابل جي جينرال فبيقول انت عايز سماها ايه هقول له مثلا سماها لجراويند مش معنى جراويند عشان اعايز الجراويند الديسكريبشن بتاعك كتب له الديسكريبشن انت عايزه الكاتوبري هو حطها مكان ما انك انتواف في البيو الميكانيكال اقول له نيكست بيقول لي اعلم عن الحاجة اللي انت عايزة جراويند ممكن تعلم على الاكتر من حاجة تمام ممكن اقول له ابن ان الدرونج إيكتور يروح فاتح على طول نيكست تمام ايه هاها الديسكريبشن اتصاب لحاجات اللي انت عايزه تظهر معاك طيب لو انت مش عايز الصايت للتزهر تخفي لو انت مش عايز الفرنس شرد ممكن تخفيها زي ما انت عايز هقول له فينش هيظهر لي الجراويند هوت هدوس عليه مرتين. هيفتح لوحة هو سحب في المعماري وسحب بيت الشيوغل معي. تمام? اقدر اشتغل من هنا. طيب. وليكن مسلا ندخل في الشيتات. اهي الشيتات. هلو انا عايز او ممكن تقول له تبدأ تزبط الفولدرات. لا ده انا عايز هنا نيو شييت. شيء جديد. هتسميه ايه? هتسميه مثلا اه ام ام مية واحد. الشيت تايتل انتشباك جراويند. انتشباك جراويند. تمام? الفولدر باس ده المكان اللي هتساب فيه. طبعا نفس المصارب بتاع المشروع. هو بيحط لك بس ايه? الفولدر اللي شتات. الشيت تمبريت بدلا ما تبدأ من سفرة يكون في اسم المشروع زي كده. اقول له اوكي. وافتح اللوحة ديت. تمام? طيب. هي كده تفتحت ممكن تيجي هنا في الفيو. تقول له انا عايز مثلا الجراويند ديت. احطه هنا. مقرد درجة اند دروب للفيو جواه شيت. بشكل دوت. وهنشوف بعد كده ازاي نبدأ نعمل. انزاباتها كده. بحيس انها ما تبقاش برا الشيت. هتجي من هنا تقول له انا عايز اد كاتوري لو انت عايز. انا تجي من هنا تقول له انا عايز زود فيو. اه عايز تعمل من برويجكت هنا ممكن تقول له انا عايز اعمل برويجكت براوزر فتح للبرويجكت براوزر. اللي في الاول خالص. او تقول له في المشروع اللي انا فتحه دلوقتي. تمام? ده بخصوص البروجكت انا في جيتر. وده من اهم الحاجات في المشروع. على اساس ان انت تقدر تروح الدور الاول تاني تالت. تركب سنصير تنزل على سليل مزانة ايه.